موسيقى وبعد كلام كتير مش بس عن الأداء المنتخب لكن كمان عن الأداء القيادي والإداري للمنتخب عن أداء كارلوس كارش أنا أبتدي معك من هنا الرجل ده جاي بسي فيه عظيم تبع؟ استقبلنا استقبال جميل وفرحانين به ومتحمسين جدا لنتائج سريعة هو إحنا المستعجلين ولا هو اللي لم ينجح أنه يدينا انطباع جيد عنه عايز إيه؟ إحنا مستعجلين ده طبعا الرؤية مش واضحة يعني هو لما جيه قال إن هو هدفه إن هو يوصل كاس العالم فيبدون اللي تعاقد معاه هو وصله الفكرة إن أهم حاجة بالنسبة لنا إن إحنا نوصل كاس عالم محدش تتكلم على كاس الأمم الأفريقية اللي إحنا أبطلها وإحنا البطل التاريخي للبطولة فهل محصلش إن حد تتكلم معاه إن البطولة دي مهمة بالنسبة لنا ولا دي حاجة إحنا مش عارفينها لكن على الأقل هو مع الوقت في الكام شهر اللي هو قاعدهم في مصر عارف تماما أهمية كاس الأمم الأفريقية بالنسبة لنا واللي ما بنتش خالص في أول مطش وإن تصفيات كاس العالم فاضل عليها مطشين وارد ما لوصلش فنبقى ضيعنا كاس الأمم الأفريقية وضيعنا كمان كاس عالم فهي الرؤية ما كانتش واضحة إنما بالتأكيد هو دلوقتي فاهم أهمية البطولة بالنسبة لمصر طبعا هو كمدرب هو سي في كنت لسه بتكلم مع مصطفى قبل ما ندخل فبقوله هو يعني على قرة أفريقيا وأسيا وأمريكا الجنوبية هو يصنف مدرب كلاس A رجل تاريخه مع المنتخلات أطبعا أفريقيا مبسوطة بكلامك لأنه أول يعني بقى لي مثلا ثلاثة أوربعة تيام ما سمعتش أي حاجة إيجابية يعني هذا الرجل بقول مستحيل يعني يعني هو هي مش لايقة أنا عارفة أن إحنا لما بنغضب على حد بنغضب عليه جامد هل ده نابع من غضبنا الحقيقي ولا أنه فعلا الأداء في المطش الأول كان هزلي حسب ما بعد الناس وصفتها في نقطتين النقطة الأولين هي أنها كرة فالمشاعر في الكرة متطرفة جدا فوارد جدا أن أنت تحب حد جد النهاردة وتاني يوم تقليبي عليه تماما دورت جدا في الكرة لا ده في كل حاجة بصراحة حرام وفي الكرة بزيات مشاعرها متطرفة يعني الحاجة التانية أن إحنا فيه استعجال طبعا وفيه استعجال كبير أن المنتخب بعد سنين عجاف طويلة إحنا من 2010 إلى حد النهاردة حتى في السنة أو في المرة اللي إحنا وصلنا فيها كاس عالم خلينا أقولك على حاجة إحنا كنا دايما بنشوف قد إيه إحنا كبار لما بنلاعب كبار القارة ونتفوق عليهم يعني في 2006 و2008 و2010 إحنا كسبنا كل كبار القارة بدلا مرة اتنين في السنة اللي وصلنا فيها كاس عالم في 2018 إحنا ما قبلناش ولا منتخب كبير في التصفيات يعني حتى الإنجاز اللي عملناه ما كانش موصول يعني ما قبلناش الكاميرون ما قبلناش غانا ما قبلناش نيجيريا ما قبلناش المغرب والجزائر لا أحوال مصطفى بيصححك بيقولك قبلنا غانا قبلنا غانا في التصفيات اللي قبلها وفي التصفيات دي ما كانتش المقابلة في الفاينل اللي هو اللي هيكسب يوصل دي كانت مجموعات وإحنا حققنا النقط طيب أنا مش عايزة روح بعيد كده سامحني يعني أنا عايزة أستفيد بالوقت وإن أنا أقول لك قبل ما نبدأ الفقرة كده عدتها أبص على شوية الأخبار أشوف طيب الرجل ده كارلس كارش مع كامل الاحترام يعني اللي بحاولاته اللي لسه بتحصل حد دلوقتي إنه من الأخبار بتقول إن أنا هرجع اللعيبة لمواقعها المعتادة وتحديدا محمد صلاح ولعبي خط الهجوم مثلا بنعرف نقول مثلا أربع خمس حاجات مش هيقبلها المصريين في الماتش اللي جاي من حيث التكتيك وترتيب اللاعبين في الملعب لو حضرتك لو أنت لسه قلنا أن أنت شايفها من الكوارس اللي كانت حصلة بص إحنا كلنا لما قررنا التشكيل بتاع أول مبارا محتش كان عنده أطراض على أي حاجة لكن لما شفنا التنفيذ في الملعب وتغيير أماكن اللاعبين بلا هدف وبلا سند وبلا نتائج بالتأكيد بعد كده ما هو يعني أسباب هو رص اللاعب في الملعب رصة خاطئة تماما فإحنا كلنا عملنا كده هو في إيه إيه شفته في مصطفى محمد عشان تلعبه في مركز الجناح يعني الإمكانيات اللي انت شفتها في مصطفى مصطفى مهاجم مميز جدا جوا التمنتاشر ما بيطلع بره التمنتاشر بيفقد تسعة وتسعين في المائة من قيمته كمان انت قمتم بلعبه في الجناح بعدته خالص عن السندوق فإنت إيه اللي شفته فيه يعني اللاعب اللي بلعب في مركز الجناح ده ليه مواصفات انه يكون سريع يكون عنده مهارة بيقدر يفوت واحد على واحد فمصطفى بيفتقد دي لأنه هو محمد صلاح اللي احنا جبناه مهاجم صريح بالزبط ومحمد صلاح اللي هو انت جاي هنا دلوقتي وهو أحسن لعب في العالم عشان هو بيلعب جناح انت ومتم غير مركزه وملاعبه مهاجم فانت ريحت نيجيريا تماما لمحمد صلاح هيعرف يجيد كمهاجم متكتل عليه اتنين مساكين وما فيش مساحات يقدر خبط مع دول ويدخل جواه التمنتاشر وتتلعب له كروسات ويسجل فانت يعني دمرت أسلحتك الهجومية تماما هرجع اسألك عن اللعنات لأنه دايما يقولوا كده انه لما الفريق بيخفق دايما بنلقي اللوم على المدر وانه أحيانا نجاح الإدارة مش بس في الكورة في المرونة لما اكتشف ان الموضوع مش ناجح لازم يبقى أكون مارينة فبعد الفاصل هنرجع نسأل هو بجد زي ما بنقرأ برضو عن شخصية كارلوس كاروشنهور شخص عنيد ومش هيسمع ومش هيسمع للانتقادات ولا الاستياء اللي في الشارع ولا استياء مئة مليون ده حاجة كبيرة هيتسمع لها ونشوف بكرة في ماتش غينيا مصر مع غينيا بيساو نتائج مختلف بعد الفاصل هنكمل مع الناقد اليادي من أستاذ صبري سيرانك مصر المنتخب الوطني المصري في المركز الرابع في مجمعته ووكرة عندنا ماتش مهم جدا هيحدد مستقبلنا في باقي البطولة وعندنا سؤال كبير قوي عن مدى مرونة مدرب المنتخب الوطني كارلوس كاروش رأيك هيعمل زي هيصرف ازاي بصي هو يعني مبدئيا ما فيش مدرب كبير في العالم ما بيظهرش للناس على الاقل ان هو عنيد يعني وانه هو صح لكن برضو ما فيش مدرب في العالم بيحب ان هو يخسر وما فيش فرص متاحة قدامه كتير بالزبط فهو بالتأكيد يعني ان شاء الله يعني انا بصي انا من الناس اللي كانت متحمسة له جدا ولازلت لكن كم الخطايا اللي حصلت في ماتش نيجيريا انا ثقة تهزت شوية لكن المفروض ان هو بكرة حيتراجع تماما عن عن الافكار اللي هو قرر ان هو يطبقها في ماتش نيجيريا كل لعيب يرجع على مركزه الطبيعي والماتش المفروض ان هو في المتناول مش محتاج منه انه يوفر كوتش او حتى يوفر تينك ان هو يعني في ماتش نيجيريا هو ممكن يكون تفكر تفكير كتير جدا عشان يربك نيجيريا عشان نيجيريا منتخب كبير لأ انت بكرة هتلعب منتخب سهل جدا المفروض المفروض يعني في المتناول بحسابات الفرص احنا فرصنا ايه في البطولة في السيناريو القادم لا طبعا احنا صعبناها صعبناها كتير الفوز في ماتش نيجيريا كان هيخلي الطريق للنهائي اسهل من اي سيناريو تاني كنا هنبعد مثلا عن ان احنا نلاعب بطل المجموعة اللي فيها الجزائر وكوتفار لان احنا لو صعبنا اول كنا هنبعد عن الاول هناك دلوقتي احنا لو صعبنا تاني هنلاعب الاول وذا اقصى احلمنا دلوقتي ان احنا نسعد تاني اه طبعا يعني عشان ما نلجأش للسيناريو التالت ان احنا نفضل مستنيين اذا كنا هنصعد احسن توالد ولا لا يعني هنخش في حزبة كبيرة لكن بالتأكيد احنا رحنا للسيناريو صعب يعني ضيفي على كده الماتشات اللوك اوت هي ماتشات بتحكمها اعتبارات وظروف وحاجات كتير منها عامل التوفيق مثلا يعني فهي مفيش حاجة خلاص مفيش حاجة مضمونة حتى لو كنا صعدنا اول لكن احنا نلعب كويس نقدي بطولة كويسة وده المهم يعني انا بشوف من قبل البطولة ان احنا لو وصلنا المربع الزهبي سواء بقى فوزنا بالبطولة او لا احنا كده حققنا تارجت كويس احنا وصلنا للمكانة اللي مفروض مصر يكون فيها من الاربعة الكبار الاربعة دول وارد اي حد فيهم يكسب البطولة والفروق ما بينهم ما بتبقاش كبير فاتمنى ان احنا نشوف مصر في المربع زي رغم من الطريق بقى اصعب اتمنى بكرا ان هو بس كل العيب يكون في مكانه بالشكل الطبيعي تماما المنتخب سهل ما فيهوش لعيبة كتير خطر خطر او مهمة النهاردة هنا قاعد بتفرج وبصيرش على ارقامهم وبشوف عملوا ايه في اللقاء الاولاني قدام السودان وهما فرقيتين مفروض ان هما قريبين من بعض في المستوى غنية يعني افضل لكن السودان اخد نقطة ما هما اتعادلوا هما غنية افضل نسبيا يعني انما مش بفارق كبير يعني بدلين هما حتى معرفوش يكسبوا السودان كانوا مستحوذين ماشي ضياعوا فرص في اخر الماتش فرستين او ثلاثة يعني انا انا همنيمس على كلامك اللطيف العلمي قوي ده ان انا عايز اقول لك انه اه طبعا احنا فاهمين ان الكرة فيها توفيق لكن فيها علمة برضو وفيها ادارة وفيها اجتهاد وفيها مهارات فردية للاعبين كل الخلطة دي الفريق او الجهاز الفني المعاون اللي خليني اقول كده بلغتنا احنا كمشجعين او مشاهدين اللي هم عارفين اللعيبة اكتر وعجنينهم وخبزينهم وعارفين الجداد والقدام نصيحهم بتروح فيه او كواليس الادارية للمنتخب بتقول لنا انه يعني كيف يتم اتخاذ القرار فيما يخص مش بس تشكيل اللعبين لكن اختيار اللعبين كمان بس احنا لنا اللي بنشوفه في الماتشاط اللي بنشوفه في الماتشاط ان الراجل ما بيرجعش لأي مساعد من المساعدين المصريين اللي معاه فهو واضح ان فيه جاب كبيرة بينهم يعني الكابتن ضياء وكابتن محمد شوقي في حتة والراجل في حتة تانية الراجل المفروض ان هوك اصلا جاي ومعاه مساعد اسأل شؤال البيخ احنا بنعنده او احنا بنعنده يعني هل ده رد فعل مثلا عكسي لان هم مش راضين عنه مثلا لا هو من دي وام هم مش موجودين يعني مش موجودين في الصورة فهو الراجل واضح ان هو بيعتمد على المساعدين اللي معاه فهو معاه مساعد ومساعد تاني اللي هو محلل اداء او كم مع اثنين كمان محللين اداء ومحلل تالت مصري في واحد ماشي قبل بطولة وفي واحد جاله كورونا فهو مسافر ومعاه محمود سليم بس اللي هو المحلل المصري الوحيد اللي في الجهاز غير كده هو بيعتمد على مساعد من اللي معاه وخلص يعني ما فيش تاني طبعا هو من حقه اختار جهازه يعني دي حاجة مفروض اي مدرب بييجي في اي حتة في اي نادي تكوين جهازه والمفروض هو اللي بيشكله بنفسه يعني ما يفردش عليه اسماء لكن هكذا تدار الامور في مصر لازم يكون في مساعدين مصريين ولازم لها كوتا حد من هنا وحد من هنا حد ابيض وحد احمر يعني زي ما بيحصل فالواضح ان الراجل ربما ما يكونش اقتنع بافكارهم ده مش تقليل منهم لكن هي كيميا هو ليه وجهة نظر وفلسفة معينة حابب يطبقها ناس تاني مش مقتنع بيها كيميا مع اللاعبين هم لقيه بصي الراجل ده يعني على مدار تاريخه هو ناجح جدا فمعنى ان هو ناجح جدا وبيحقق النتائج المطلوبة منه يبقى هو اذا علاقته دايما باللعبين بتكون كويس وما سمعناش ان في لعيبة اشتكت لحد الوقتي من تعامل كارلوس كيروش الراجل ده قبل ما نيجي هو كان اختيار موفق جدا له مش لانه مسك ريال مدريد ولا انه كان مساعد لفرجسون انا ببص على نتائجه هو مع المنتخبات هو حقق ايه مع المنتخبات طالما هو جاي دير منتخب مصر فالراجل وصل اربعة كاس عالم قبل ما ييجي واحنا جايبين للهدف ده واحنا جايبين مدرب كبير علاقته يعني على المستوى الاداري وعلى المستوى الفني هو مدرب كبير بغض النظر عن اللي حصل في ماتش نيجيريا يعني انا نخلص الى انه لازم نشيل النقطة السودة دي ونتوقع اه بالزبط يعني هو كان يوم سيء لكيروش واثر علينا كلنا ودهي انا واحنا نتحدد دلوقتي انا واحد من الناس مش قادر يتخطى الماتش ده واعد بفكر في ماتش بكرة وانه حطت ايدي على قلبي الراجل حيات رجع معنديش توقعات وما بحبهاش عاقل انت او متوقعش ليه ما بحبهاش يعني ما بحبهاش انما المنطقي ان مصر تفوز بنتيجة كبيرة مش كده اه الحقيقة مش تفوز بس الطبيعي يعني في ظروف الطبيعية ان مصر تجيب سكور بكرة اه مش بس تفوز لا مش بس تفوز احنا لعبنا السودان مثلا احنا قلنا غينيا والسودان اللي هنتين معنا في المجموعة ولمستويات متقربة احنا لعبنا السودان بالصف التاني في البطولة العربية كسبناها 4-0 مثلا يا رب خير بكرة المفروض ان احنا ان شاء الله نحقق سكور اي حاجة تانية مش هتبقى حاجة منطقية كل التوفيق سيدانيا انت هدتنا شوية خلتنا ما نبقاش متحفزين للرجل لكن نبقى مدوقعين ان القادم يبقى حسين يعني ان شاء الله ان شاء الله يعمل حاجة كويسة بإذن الله سكورك شكرا جزيلا لصديقة العزيز النقد رياضي الأستاذ صفري سيراج وبكرة كل التوفيق للمنتخبنا المصري خلونا ننسى اللي فات يعني خلونا برضو نبقى أقل تحفزا مصر وغينيا بيسا وبكرة ممكن يبقى يوم يرجع لنا البهجة اللي تسرقت مننا في المتش اللي فات ونتواقع نتائج أفضل للمنتخب الوطن دي كانت حلقتنا النهاردة من التاسع اشوفكم ان شاء الله على كل حين